بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوا على الحبيب المصطفى شفيع الأمة سلام لبنات منها تكونوا بخير اليوم بإذن الله كما العادة أجب لكم وحد الوصفة بنينا وتحمر لكم وجهكم عظيفكم وأكيد لي ملأم مع العيلتاكم تعجبكم بما أن ورانا مقبلين على شهر الفضيل إن شاء الله رب إن شاء الله يوصلوا علينا بالخير والسلامة كما راكم تشوفوا هنا نبدأ لكم مع المقادير وطريقة التحضير هنا عندي حبة بيض لبنات عندي كاس يعني إلا ربع سكر أو نصف كاس أنا هنا استعملت يعني غير نصف كاس سكر ما حبيتش يعني الكيكات تعجي حلوة بزاف وفي نفس الوقت يعني صدقوني هذك النصف كاس يعني جات الكيكة يعني سواسوا كما راكم تشوفوا يعني بالفوي فقط لا باتوغ لا والو تقدرو يعني غير بالفوي إلا ما عندك شفوي بفرشة عادي ماشي مشكل المهم طلعي هذك الحبة تعلبيض تدريجيا مع هذك السكر وزيدي يعني الزيت تدريجيا حتى تكملي الكمية اللي عندك كما راكم تشوفوا بعد ما تكملي هذك الزيت يدخل منيح في المكونات تضيفي كاس إلا ربع ماء هنا البنات كاس إلا ربع ماء تحبوا تضيفوا في بلاسة الماء الحالي بالسائل يعني والماء اللي ملا يعني الكيكات تعكو راح تجي ناجحة وأكيد يعني ابنينا كما راكم تشوفوا أصحاب لي بولونجي يستخدموا بزاف هذ الماء كبديل يعني للحليب السائل هنا أيضا عندي ملعقة صغيرة من الخل نخلطوا مليح المكونات تعنا مليحة تايد جنسو باش نضيف ملعقتين كاكاو وحاولوا البنات دي ما نوصيكم نوعية تعال كاكاو تخيروا نوعية البنينة أو المليحة لو كانت تخيروا نوعية مشي مليحة الكيك تعكم هذك ما راح يجي بنين نهائيا خاصة هذك كاين واحدة نوعية تجي مرة بزاف وكاين أيضا نوعية تجي كشغل تجي مشي بنينة صراحة ما تعجبني شو وش حان من خطرين نوعية تعال كاكاو سواء في الكيك يا نرميه ولا في القاتو أيضا هنا بالنسبة لكمية الفارينا عندي كيس فارينا مع كيس خميرة عشرة جرام عشرة جرام هذك هو كيس كيس الفارينا بنفس الميكية اللي كنت وزنت معكم المقادير كامل خلطوا مليح الكيكا كما راح تشوفوا حتى تتحصلوا على هذ القوام المتجنس وحطوه في بلاتو تعكم يعني البلاتو اللي تحبوا تحبوا تديروا فيه أكواب فردية تحبوا تديروا فيه مول يعني مدور تحبوا تديروا فيه مول لجنواز كيما تحبوا هنا عندي أنا المول تعي راح صغير باش يعني نربح الكمية هذيك رحت كيما نقولوا احنا نطيب فيه هذ المول من بعدها ندير يعني بالسرسو وهذوك الزوائد كيما ديما نعودكم وديما نقول لكم الزوائد تقدروا تستغلهم فيه أكواب ولا فيه ديمول صغار هكا فيه نفس موقت تديري كمية كبيرة وكيما نقولوا احنا ما نضيعيش هذك الكيكتاع نحط الكيكتاعي طيب باش نطيب الكريمة الكريمة تعي كيما راكم تشوفو هنا عندي نصف لتر حليب عندي ملعقتين سكر وعندي ملعقة نشا أو ملعقة فارينة هنا علاش درت يعني الخليط بين الفارينة ونيشا الفارينة كما معروف يعني تنطص السوائل باش هذك الكريمة تعينا ما تطلقش هذك هذك الماء تحام هنا أنا الكريمة تعي نحطها على الماء عفوا على النار على نار متوسطة حتى تعقد لي الكريمة تعي يعني ما تخلوهاش تعقد بزاف جوز تبدأ تعقدها كو تحسوها ثقالت نحوها من على النار هنا بعد ما عقدت الكريمة تعي كيما راكم تشوفو نحيتها من على النار هنا أنا عندي يعني راح نضيف منكه عندي ملعقة صغيرة من الفانيليا لاحسن نضيفوها في الأخر وأيضا عندي منكه الفارولة تقدروا تضيفوه أكثر يعني كمية أكثر هذ المنكه يعني يعني ينكه لكم الكريمة تعيكم تجيب نينا حتى ويعني تستطيع تخدموها مباشرة يعني فيها بهذا الطريقة يعني ما تدولهاش الكريم شوطي وما تدولهاش حتى إضافة تقدروا بهذا الطريقة يعني تقدموها كيما راكم تشوفو نغطيتها بكيس بلاستي كي خليتها بردت تماما لازم تكون الكريمة تعيكم بردة مليح هنا أضفت ثلاث ملاعق كريم شوطي كيما أقول لكم الكريمة تقدروا تستعملوها مباشرة أنا علاج أضفت لها الكريم شوطي يعني الكريم شوطي بنينا بالبزاف مع هذ الكريمة واضيف لها وحد الخفة ووحد البنة وفي نفس الوقت باش تبدلوا يعني من الكريمات اللي راكم من عفوا الكريم شوطي وحدها هنا كيما راكم تشوفو هناك نصيحة الغلطة اللي يوقعوا فيها الأخوات بزاف وتقول لك أنا الكريم شوطي تريد ما تطلاش علاش البنات يعني كاين صح النوعية لذي لكن ضيفوا هكا تطيحوا في نوعية مليحة لكن تومى ضيفوا مثلا كمية الماء قد الكمية للكريم شوطي باش تجيكم هذ الكريم شوطي يعني واقفة وشاد دروحة حاولوا أنكم تنقصوا من كمية السوائل باش تجيكم هذ الكريم شوطي واقفة ومشاء الله تبقى لا فورم ولا لا غزاس ولا أي حاجة يعني تشكلوها بها تبقى كيما راهي هذيك نصيحة وأيضا العشر دقائق اللولة اللي تكونوا تضربوا فيها الكريم شوطي تاكم حاولوا أنكم يعني هذوك العشر دقائق ما تحسبوهمش يعني هذوك العشر دقائق يعني راها فقط كما نقولوا حنا الكريم شوطي هذيك راها تتخلط مع السوائل يعني باش تطعلكم هذيك الكريمة حاولوا تطلعوا أطول مدة ممكنة وتنجح لكم بإذننا هنا أنا عندي السرسو كيما قلتكم هذوك الزوائد ما نرميهم ما نرميهم مش تقدر استغلهم يعني بنفس الكريمة ونفس يعني الطريقة في أكواب ولا تحبوا تخلوها يعني في بلاتو كيما هذا يعني بلاتو كبير وحطوا عادي الكريمة فوقها كيما راكم تشوفوا بعد ما دي موليت هنا عندي شاربات شاربات عادية زوج كيما نقولوا احنا كيلة سكر بكيلتين ماء تحبوا يعني تشربوها بنيس كافي ولا كما هنا حليب يعني عادي يضيفونه ملعقة كاكا وملعقة سكر سكر عفون وشربو الكيكاتعكم عادي كيما راكم تشوفوا بعد ما شربتنا الكيكاتعي نجيب هذيك الكريمة الكريمة هنا الأحسن أنكم تخلوها تبرد تعاولوا يعني بعد ما تمنطيوها هكا كيما راكم تشوفوا سويوا لها السطح مليح خلوها تبرد يعني الكريمة هذي تحب أنه يعني تتكل بردة وصح هي بردت من قبل لكن الكريم شونتي ثاني كي تدخل للثلاجة تزيد تبرد زيد تشد روحها مليح يعني حاولوا أنكم الكريمة تاكم كيما قلتكم تزيد وتحطوها في الثلاجة تبرد لكم مليح ما تستهلكوهاش مباشرة حاولوا أنكم يعني بما أنه راح نزيد نضيف لها هذك لا جولي من فوق يعني تاخد راح أتخذ لكم واحد الساعة إلى ساعتين في الثلاجة وهي تبرد تقدرو يعني في وقت قبل الإفطار توجدوها ويعني في النهار في الأشياء وتستهلكوها في الليل يعني عادي عفوا هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما نسوي السطح تاعي أنا كنت هنا يعني درتها بذوق الفارولة تقدرو تديرها بذوق الموز بذوق يعني البرتقال كيما تحبوا ولا بذوق الكراميل فقط التغيير راح يكون في يعني في هذك المنكيه ورح يكون أيضا التغيير في الفلون هذك العجولين يمنحطهم الفوق والفاكهة كيما راكم تشوفوا أنا ديجا كنت سبقت يعني قطعت يعني الفارولة تاعي قطع يعني القطع هنا ترجع لكم الحجم اللي تحبوه والشكل اللي تحبوه فقط يعني بما أنه رانا في الموسم يعني الفارولة حاولوا أنكم يعني تستغلوا الفواكه يعني في وقتها أحسن من أنه تستهلكوها من بعد هذه كنصيحة فقط يعني راكم تشوفوا يعني الأمراض والأوبيئة اللي رانا فيها أو بما أنه يعني الفواكه هذه راها سوغطوا الفارولة راها تجي فقط في موسم يعني موسم هابين حاولوا انكم يعني تستهلكوها في وقتها وتكون كما نقولوا احنا الفوائد تحت تكون كاملة هذه يعني مجرد نصيحة هنا كما راكم تشوفوا انا سويت يعني حطيت يعني كمية على الفراولة اللي راها عندي كما قلتكم تقدروا تستعملوا البنان ما من البنان يصدقوني جيبنين بل بزاف كما قلتكم وحاولوا انكم تحطوها تبرد هنا في هذه المرحلة اللي لازم تحطوها بتبرد هنا عندي لاجولي هادي عندي كاس ما عادي عندي ملعقة سكر وعندي 50 جرام فلون فراز نحطو نخلطهم نحطهم على النار كي بداي يغلي الخالط تاعي نحيوه من النار هنا بعد ما غلى الخالط يعني نحيتو من على النار خلوه يبرد لبنات اهم حاجة لازم تخلوه يبرد قبل ما نحطوه فوق الكيكا تعالى هنا لانه انا كنت شوية مزروبة يعني توما حاولوا تخلوه شوية يبرد كي تحسوا الخالط تاعكم يعني فقط دافي هكا حطوه على الكيكا تعالى باش ما يفزد لهاش هدك الوجه فقط كي ما راكم تشوفو نضيف هديك اللاجولي هديك كامل من الفوق ونحط الطغطة تاعي في الفريجيدار تبرد مدة نصف ساعة بعد ما مرت يعني نصف ساعة هنا فقط يعني ننصحكم انكم تخلوها اكثر يعني تبرد لكم مليح انا هنا ما خليتهاش بزاف تبرد حاولت اني يعني باش نصور لكم كيفاش النتيجة يعني جس تشد التروحة نحيتها من الفريجيدار ديموليتها يعني وزينتها بالكريم شانتي عادي تحبو تخليوها كي ما قلت لكم هكا كي ما راهي تحبو تطيفو الها لمسات يعني كل وحدة اضيفو تبدع كي ما تحب هنا درت يعني شوية كريم شانتي فلابو شادوي وزينت يعني كي ما تحبوتو ما يعني هنا نخلي لكم حرية الاختيار تحبو تخلوها سابل وهنا بعد ما كملت الكيكة كي ما راكم تشوفو فيها جات ما ان شاء الله وجات وحد الكيكة ما نحكيكم شو وحد البنة يعني الصراحة انا من عشاق الفراولة يعني ونتمنى يا ربي تجربوها كي ما راكم تجربو الوصفات الاخرى وهم ينجحوا معكم اكيد هنا فقط كنصيحات حبو يعني هذك الكيك تخدمو ولا تتعملوا اي نوعية كيك يعني مراكم يعني تخدموها في الدار تحبو ايضا ما تديروش الكيك نهائيا ديرو فقط البودوار فقط تشربوه في العاصر وتحطوه يعني في المونتعكم ايضا يعني تتوفر عليكم الوقت والجهد كي ما راكم تشوفو الكيكة تعيي هذك الطبقات جاوبينين و جات ما ان شاء الله يعني صدقوني جات مليحة وهنا الكريم الشانتي اللي كانت بقيتلي النصيحة اللي قدتكم يعني حاولوا انكم تنقصوا السوائل يعني على الكريم الشانتي باش تجيكم الكريم الشانتي شادة هذك الافورم و كما تشوفو لغزاس هذك اللي حطيتها كيفاش راها واقفة وباقي كيمة المحلات هنا نقطع لكم يعني هي الكيكة تعيي ولها نزلت ما بردتش لكن نقطع لكم فقط باش تشوفو النتيجة باش حبيت يعني نصور لكم يعني الكيكة تعيي وهي واجدة كي ما راكم تشوفو جات ما شاء الله و هذك الطبقات جاوبة شاء الله هذي الكيكة بإذن الله جربوها و راح ينتعتمدوها وتشكروني في كومنتر كي ما ضاري يعني تشكروني كي ما راكم تشوفو و انا كملت يعني الوصفة تالي و ان شاء الله يا ربي تكون خفيفة ضريفة عليكم و ما تنسونيش البنات يعني بالجام والبرتاج يعني باش القناة تكبر بيكم و ان شاء الله هتوصل العدد اكبر من اللايكات والجامات و ان شاء الله يا ربي الاعدد اكبر من المشتركين انا معلية غنقولكم سلامة و وصفات اخرى ان شاء الله في امان الله شكرا